مساء الخير احنا دلوقتي في مصيف طبعا احنا دلوقتي في حرارة كبيرة جدا ربنا يكرمنا ويعننا ان شاء الله احنا دلوقتي في مصيف عندي ابني 8 سنين لاحظت على وشه ودرعاته بقع صمرة انا عارفة ان ده طبيعي علشان الشمس طب الحمد لله انك عارفة بس سؤالي احنا معانا اطفال قدوا في السن وجلدهم زي ما هو يعني جلدهم زي ما هو يعني في منهم لون جلدهم ما غيرش خالص وفي لونهم اتغير بس خفيف هل كده ابني طبيعي ولا هو حساس بزيادة للشمس هو الحقيقة سؤال جميل سؤال زكي يعني طيب وبالنسبة لاجابة السؤال ده عايز اطمن حضرتك واقولك ان ابن حضرتك طبيعي طبيعي تماما يعني تفسير بقى سبب الاختلاف ده هقوله لحضرتك والحضراتكم جميعا حالا جلدنا يا جماعة فيه خلايا خاصة الجلد ده الجلد ده واحدة يعني واحدة من معجزات ربنا الكبيرة جدا فيه خلايا خاصة في الجلد ده اسمها الخلايا الصبغية الخلايا دي بتنتج يعني يعني عنها او يعني بتطلع منها صبغة طبيعية اسمها صبغة الميلانين صبغة الميلانين على فكرة هي اللي بتدي اللون المميز لجلدنا وللشعر وللعيون وبحسب تركيز صبغة الميلانين ده بيختلف درجات اللون بتاعة الجلد يعني من حد الحد يعني مثلا من البياض الشديد لبياض عادي وهكذا لغاية الصمار اللي بنقول امحي وبعدين صمار وبعدين صمار داكن هذا يعني الاسبكترم او هذا المستوى اللي احنا بنتنقل فيه في الالوان من البياض الشديد للصمار الداكن بيكون بناء على تركيز مادة الميلانين اللي موجودة في جلد هذا الشخص سواء طفل او كبير على فكرة معلومة مهمة ان حضراتكم تعرفوها ان عدد الخلايا الصبغية بيكون واحد في كل الاجسام الله طب امال ليه اللونة بيختلف عن بعض هقول لكم لان اللي بيختلف هو كمية الميلانين بقى اللي بتفرزها الخلايا دي يعني عدد الخلايا ثابت انما نقدر نقول ان نشاط الميلانين او نشاط افراز الميلانين او تصنيع مادة الميلانين دي هي اللي بتفرق من شخص لشخص بحسب يعني الشغل اللي بتعمله الخلايا وبحسب عوامل في غاية التعقيد يعني عوامل معقدة جدا داخل الجسم البشري زي مثلا مثلا يعني الشفرة الوراثية اللي هو دي ان ايه الحمض النووي الشفرة الوراثية دي هي اللي بتحدد هل احنا لوننا كده بنبقى ورسين جزء من يعني طبيعة لون من الاب والام ولا من الاب بس ولا من الام بس وهكس لكن برضو في عوامل تانية بتأثر على درجة نشاط الخلايا دي عوامل خارجية بقى زي ايه هنرجع بقى للسؤال زي فترة التعرض للشمس يعني احنا بنتعرض للشمس امتى وقت ما الشمس بتكون حدة في منتصف اليوم زي ما يقوله او منتصف النهار وكمان الوقت اللي بنقضيه في الشمس خلال اليوم يعني الفترة بقى اللي بنقضيه في الشمس مش بس التوقيت لكن الفترة طيب ايه بقى اللي بيحصل عشان نفهم بقى السؤال لما الاطفال كلهم او الكبار بس خلينا في الاطفال بقى عشان السؤال عن الطفل اللي عن 8 سنين لما كلنا بنتعرض للشمس المفروض بيحصل عملية تحفيز للخلايا الصبغية الله ده طبيعي اذا طبيعي يعني احنا كده لما بنقض في الشمس شوية الخلايا الصبغية دي بيحصل لها تحفيز فتقوم تفرز ميلانين اكتر ليه؟ لانه افراز الميلانين ده بيكون وسيلة حماية للجسم يعني الميلانين ده حاجة كويسة وتغير لون مناطق في بشرة او جلد الطفل ده بتدل على ان جلده بيقوم بقاليات حماية على الوجه الاكمل يعني بطريقة اخرى الاطفال اللي هما لونهم ما بيتغيرش خالص ده ده اللي مش حل شوفوا بقى عكس ما الناس متصورة يعني اللي لونهم بيتغير شوية وبنحس كده بفرق ان فيه حاجات اتغيرت في الوش وفي الدرعات المناطق اللي اتعرضت للشمس ده جميل يبقى كده الخلايا دي ماشية كويس قوي مش معنى كده ان الاطفال التانيين عندهم مشكلة لا بس انا بقولكو ان هنا بقى درجة التحفيز عند الاطفال اللي لونهم ما تغيرش خالص بعد القعدة في الشمس يبقى درجة التحفيز كانت اقل وزي ما قلنا بقى نرجع للعوامل اللي هي زايد دي ان ايه او شفرة الوراثية وهكذا بمعنى اخر نقص الميلانين نقص الميلانين هو اللي بيخلي الجلد عرضة بشكل كبير جدا لامراض ومنها امراض خطيرة جدا زي لقدر الله انواع معينة من سرطنات الجلد تمام كده يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الاول وطمننا الام صاحبة السؤال وطمننا كل حضراتكم اللي في المصايف واللي حتى هنا مش في مصايف يعني قصدي اللي بيقضوا وقت في حضائق او في فسح ويلقوا كده بعد ما يخرجوا ويرجعوا يلاقوا ابنهم يقولوا ايه الله ده احنا خرجنا كده بس قضينا يوم كنا برا بتاعه ورجعنا لقينا ابننا مسمر شوي دي حاجة حلوة دي حاجة تفرح يبقى معنى كده ان خلايا الخلايا الصبغية في جلد هذا الطفل بتؤدي قليات الحماية بشكل ممتاز موسيقى